اشتركوا في القناة من التمرين استمع صاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة نفاع البحرين إلى إيجاز عن المراحل التي اشتمل عليها التمرين التي تهدف إلى تعزيز المنظومة العسكرية البحرية الرمية إلى حماية المياه الإقليمية والاقتصادية لمملكة البحرين من عمليات التسلل البحري ومكافحة عمليات التهريب والقرصنة والاستجابة السريعة لعمليات البحث والإنقاذ وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذي أبن صجر النائم رئيس هيئة الأركان خلال المرحلة الختامية من التمرين اطلع معاليه على التطبيقات العملية والعمليات الميدانية التي نفذها سلاح البحرية الملكي البحريني وخفر السواحل باستخدام القوارب السريعة والحديثة التي تحتوي على أفضل المنظومات الإلكترونية والمعدات العسكرية المتطورة وأجهزة الملاحة المتقدمة التي ساهمت بشكل سريع في تنفيذ المهام للتصدي ومواجهة مختلف الأخطار والتعامل مع الأهداف المعادية في منطقة العمليات المحددة والتدريب على أسرع الطرق في عمليات البحث وأساليب الإنقاذ للمفقودين والمصابين وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها الجميع في هذا التمرين وذلك من خلال التعاون المثمر بين قوات دفاع البحرين ووزارة الداخلية عبر إدارة وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة والتي ستكون بعون من الله سبحانه وتعالى سدا منيعا وقويا في وجه كافة التحديات المحدقة بأمن واستقرار مملكتنا الغالية